كل اللي تتمنى ايه ست في العالم في العالم عندي بشرتي مجدودة وبقى لونها جميل دلوقتي دخل على صور موار بقى صور نص الجميع حواجبي مرفوعة او من غير بوتكس الحمدلله شغيلة على تحت عيني والخطوط دي بتبنش بس غير بولما بدحك بس برضو بحاول اقلال منخيلي مرفوعة الفوق ايه جلده الشفايف من غير فيلر مرسومين مع اني عندي 64 سنة رقبتي اشتغلت عليها عارفة القطوط دي يا وليا الخطوط لا مش الخطوط الوروق دي او العريندل او الشرايين هي شبكة رقبتنا شبكة اهي بينا عندي عشان انا رياضية شعري شعري تقيل وطويل ايه تاني ناقص دوافري اهي ما فيهاش اي نقط بيضة ولا سودة ولا اي حاجة ولا تجايد التقدم في العمر ولا اي حاجة بس بقى لازم اقصها عشان المسيج وعشان التصريف اللي مفاوي الفك الحمد لله متحدد راغم راغم ان انا عندي تلات دروس هنا متشالين يعني المفروض اني كان يحصل تقوص هو فعلا كان فيه تقوص وانا عالكته هم 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 طولي 167 سنتي ووزني من 48 ل52 بقى مش فاكل انا كامل دلوقتي اهي اللي نقصني تاني استقرار نفسي حرية كاملة مطلقة با كل وقت مانا عايزة وانا وقت مان عايزة واشرب وقت مان عايزة وروح البحر وقت مان عايزة وعم وقت مان عايزة ويركب اللي لباتش باجي وقت مان عايزة حرية مطلقة مطلقة فطاعة دفعت فاتيري ربيت ابني احسن تربية فمدارس لغات امتياز اه في خريج اعلام اه خرج تلفزيوني بس ما حبش اشتغل في المجال ده اه بيجيد اللغة الانجليزية ام عظيمة انا ام عظيمة وقدمت رسالتي على اكمل وجه كنت بسخرة تماما لتربية ابني يعني انا مولودة في بدروم ودخلت مدارس عربي لكن هو دخلته انترنشنال بيجيت اللغة الانجليزية لغات وجمعة كويسة اخلاقوا عالية ما بيجدد كامة انا ممتازة ايه نقاشت ثاني كست ايه طولي وزني مناسب لطولي اه الحمد لله بعرف ازاي اعمل تمارين ومساج جسمي كله مجدود الحمد لله وانا عندي 14 سنة فمصدقة نفسي جدا مصدقة نفسي خالص وفرحانة بنفسي وما كنتش متخيلة انا كنت زمان وانا صغيرة كنت بقول يا رب اموت قبل مجبر ما امحبش ابقى عجوزة كنتش عايزة ابقى عجوزة ربنا خالف ظني واداني اه كل المعلومات وكل حاجة تخص جسمنا وتخص ازاي ان نتخلص بالتجاعد والتراهولات وايه سببها بشتغل على علم وعلى معارفة بشتغل على نفس طول الوقت اه بعيش اجمل سنين عمري اه اه مصدقة نفسي وعايز اقولك اللي بيقول لي دايما يا ولية وانا ماشى في الشارع اقول له يا روك يا مسلا وبصراح الناس هنا محترمة اه اه اللي بيقول لحد كلمة يا ولية دي مش عارفة بحس ان هو امه يعني حامل الله يا رب يعني هو مظلوم لان امه ما كانتش فضية ربي بتروح فين بقى الله اعلم لكن انا امه مسالية ابني محترم ومؤدب اه فعموما يعني لو حد قال لي يا ولية اقول له له يولي له عليك يا بعيد روك دي الفرج تيجي على طول فايه اللي نقصني تاني ما عنديش كرش بطن لازق بطهري ممشو قط القوام بل لبسي بلاقي بسهولة واللون اللي يعجبني لان مقاسي موجود متوفر مقاسي البنات فهقول لك ايه تاني اه طبعا كل الكلام ده مش لكي انت لكي كلمة واحدة بس اللي هيولوله عليك يا بعيدة لكل الكلام ده التاني لحبيبي اه اللي هم بيستفيدوا مني وفهمين انا بعمل ايه وعارفين عني كل حاجة مش حاجة شخصية قصدي كل حاجة عن الصحة والجمال على قناة جمالك صحتك من طبيعي اللي وهتم يروح ويشتغل ع نفسه محتاج صبر ومحتاج وقت والصحة وقال المرتبتين ببعض ولمرة الثالثة يارب يولولوا عليك يا بعيد